موسيقى رغم مساعيها لتكريس نفوذها هجمات قاتلة تستهدف ضباط ومهندسي الوجود الإيراني في سوريا موسيقى حركة رجال الكرامة تطلق مبادرة لمواجهة مخدرات الأسد في السويداء عقب الاستهدافات الأخيرة للمنطقة موسيقى نحو الاستقرار الطبي التحالف العملياتي يضع حجر الأساس لأول مدينة طبية شمال غربي سوريا نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم أهلا ومرحبا بكم خسرت إيران الكثير من قيادات الحرس الثوري الإيراني في سوريا منذ تدخلها العسكري إلى جانب سلطة الأسد في حربه على الشعب السوري قتل العديد منهم على يد فصائل المعارضة بينما قتل البعض الآخر جراء الغارات الإسرائيلية التقرير التالي والتفاصيل ليست المرة الأولى التي تغتال فيها إسرائيل قادة إيرانيين في سوريا لكن يبدو أنها الأقسى بعدد القتلى ورتبهم الحرس الثوري الإيراني وفي بيان رسمي علن مقتل خمسة من مستشاره العسكريين بغارة إسرائيلية على منطقة المزة بدمشق وهم اللواء يوسف أميد زادة وعلي آغازادة وحسين محمدي وسعيد كريمي ليضيف الحرس الثوري اسم محمد أمين صمدي الذي قتل متأثرا بجراحه أبرز تلك الأسماء وفق موقع انتخاب الإيراني هو اللواء يوسف أميد زادة مسؤول الاستخبارات في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووفق تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست فإن أميد زادة حدد الأهداف الأمريكية التي يجب مهاجمتها في سوريا وقدم المشورة في عمليات استهداف القوات الأمريكية ويعد أميد زادة من المقربين للقيادي البارز في فيلق القدس رضي موسوي الذي اغتالته إسرائيل قبل أربعة أسابيع بحي السيدة زينب في ريف دمشق استهداف الصف الأول من قيادة إيران في سوريا يشي بخرق استخباراتي إسرائيلي الأمر الذي أشار إليه الباحث والكاتب السياسي الإيراني مصدق بور الذي اتهم سلطات أمنية تابعة للأسد بالعمالة لإسرائيل على اعتبار أن إيران تواجه هذه المشكلة فقط في سوريا ومنذ التدخل العسكري الإيراني في سوريا ضد الشعب السوري إلى جانب بشار الأسد خسرت إيران العديد من قاداتها قتل بعضهم على يد الثوار أبرزهم حسين همداني مساعد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي قتله الثوار نهاية عام 2015 وفي 2020 قتل القائد العسكري في فيلق القدس أصغر باشبور خلال اشتباكات قرب حلب وقعت بين فصائل المعارضة وميليشيات إيرانية وبالرغم من سقوط قتل في صفوف قيادات الحرس الثوري الإيراني لم تغير إيران طيلة السنوات الماضية من سياستها في تعزيز وجودها في سوريا عسكريا واقتصاديا وأمنيا وينضم إلينا السيد عبدالوهاب عاصي الباحث السياسي في مركز جسور للدراسات من غازي عنتاب سيد عبدالوهاب إلى أي حد تتفق أن الضربات الإسرائيلية الدقيقة مردها وجود خرق أمني من قبل جهات أمنية تتبع للأسد أهلا بكم وبجميع المشاهدين أعتقد أنه أصلا لا يمكن لإسرائيل أن تستهدف بهذا الشكل وبهذا الحجم من العمليات لقادة في الحرس الثوري الإيراني أو حتى لقادة في حزب الله في سوريا وفي لبنان دون وجود معلومات ووصول كبير استخبارات سواء داخل الحرس الثوري الإيراني نفسه في المناسبة وليس فقط نحن نتحدث عن النظام السوري أو النظام السوري وبالتالي لابد أن هناك عمليات استخباراتية كبيرة أو خرق كبير داخل النظام السوري أو داخل الحرس الثوري الإيراني ساهم وأدى إلى الوصول إلى هذه المعلومات وبالتالي قيمة إسرائيل تنفيذ هذه الضربات وما يمكن أن يكون مؤشر إضافي لهذا الأمر هو إعلان مسارعة إيران للإعلان عن أسماء القتلى بخلاف ما كان يحصل في سوريا عندما يقتل التوار على سبيل المثال أو قتل التوار العديد من قادة الإيشات الإيرانية أو قادة الحرس الثوري الإيراني كانت إيران تحاول دائما على مدار فترات ربما تصل إلى سنوات إخفاء أسماء هؤلاء القادة الآن إيران سارعة لماذا؟ أعتقد لأنها تعلم يقينا أن إسرائيل لديها معلومات كاملة عن أسماء الأشخاص الذين سهدفتهم مسبقا وبالتالي تريد أن تقطع الطريق على إسرائيل وتعلم بشكل مباشر وبشكل فوري أسماءها نعم سيد عبداللهاب تعقيبا على جوابك في حال صحة وجود الخرق الأمني إلى أي مدى يمكن أن يؤثر على العلاقة بين إيران والأسد؟ لا أعتقد أن ذلك سيؤدي العلاقة بين الطرفين هي علاقة عضوية لكن سيؤدي ذلك عملياتيا إلى قيام إيران بمزيد من السرية في عملياتها في سوريا دون خبر شخصيات أو أطراف معينة داخل النظام وبالتالي سيترتب على ذلك إعادة رسم خارطة العلاقات داخل هنية أو حياة النظام السوري من قبل الحرس الثوري الإيراني وقادة آخرين في النظام السوري نعم سيد عبدالوهاب مع استمرار خسارة إيران لقادة الصف الأول في سوريا ما سيناريوهات المتوقعة؟ يعني للحظة لا يبدو أن هناك رغبة لدى إيران بالتقدم والمنخراط بشكل مباشر في الحرب مع إسرائيل انطلاقا من الجبهة السورية لمجرد أن هناك استهداف لقادة في الحرس الثوري الإيراني مع أن هذا الاستهداف على أرض الواقع وحقيقة يضرب المشروع الإيراني في أحد أهم مفاصله إيران أتصور أنها ما تزال تريد المناورة تريد الضغط والابتعاد عن سيناريو الحرب قدر المستطاع وهي تبحث عن جبهات أخرى لذلك مثلا كانت تستهدف القوات الأمريكية أكثر من رغبتها أو قواعد الأمريكية وقوات الأمريكية أكثر من رغبتها بتدخين الجبهة مع الجولان أو مطرف الجولان مع إسرائيل نعم أشكرك سيد عبدالوهاب عاصي الباحث السياسي في مركز جسور للدراسات كنت معنا من غازي عنتاب أصيب ثلاثة عناصر من الجيش الوطني إثر استهداف حاجز لهم من قبل قسط قرب قرية الشيخ ناصر بريف مدينة الباب شرقية حلب بحسب مراسل حلب اليوم وأضاف مراسلنا أن طريقة الاستهداف غير واضحة إذا ما كانت بصواريخ حرارية أو طائرة مسيرة وفي السياق ذاته استهدفت قسط بالمدفعية الثقيلة والصواريخ القاعدة التركية في كالجبرين ومحيط بلدة دابق شمالية حلب خلال الساعات الماضية فيما ردت القواعد التركية شرقية حلب على مصادر القصف واستهدفت مواقع عسكرية لقصد محيط مدينة الباب بريف حلب الشرقي طرحت حركة رجال الكرام في السويداء مبادرة للمملكة الأردنية عقب الغارات الجوية الأخيرة على السويداء والتي قضى على إثرها نحو عشرة مدنيين وتتضمن المبادرة وقف العمليات العسكرية ضد المواقع المدنية وتعويض المدنيين ماديا ومعنويا إضافة لتحقق من مصادر المعلومات المزيد في التقرير التالي غارات جوية بدأتها على ما يرجح عمان ضد مواقع ومعامل المخدرات جنوبي سوريا يبدو بأنها لم تؤتي أكلها خاصة بعد القصف الأخير الذي استهدف نحو عشرة أشخاص مدنيين الأمر الذي انتفض من أجله أهل السويداء منددين بالغارات العشوائية ضد أهالي المدينة ردات فعل المملكة عبر الغارات التي شنها سلاح الجو الأردني على الجنوب السوري والتي يلفها الغموط عاد عن غياب التصريحات الرسمية دفع حركة رجال الكرامة في السويداء للتقدم بمبادرة من تسعة بنود للقيادة الأردنية تنص على ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المواقع المدنية وتعويض المدنيين جراء الاستهداف الأخير ماديا ومعنويا إضافة للتحقق من مصادر المعلومات التي تسببت بسقوط قتلى مدنيين البيان شدد على مطالبة المملكة بلائحة أسماء المتورطين بتجارة المخدرات في السويداء كما طالبت الحركة العائلات والمرجعيات بموقف واضح من المدانين بالتورط في ملف المخدرات ورفع الغطاء عنهم المبادرة أكدت على أن الحركة ستضرب بيد من حديد مهربي المخدرات ومتزاعمي العصابات وملاحقتهم بالتعاون مع القوى الأهلية والمدنية وكافة المرجعيات في الجبل ورفض الوساطات ومحاسبتهم قانونيا وعشائريا حركة رجال الكرامة دعت في بيانها كافة شرائح المجتمع للوقوف على مسؤولياتهم وإصدار موقف معلن ضد المتورطين بتجارة المخدرات وتهريبها ضمن مناطقهم مبادرة رجال الكرامة تزامنت مع تصريحات نائب وزير الخارجية الأمريكي إيثان جولدريتش والذي صرح لموقع السويداء 24 بأن بلاده تعمل على مكافحة الاتجار بالكيبتاجون من خلال تقديم الدعم الدبلوماسي والاستخباري لتحقيقات إنفاذ القانون واستمرار العقوبات الاقتصادية ضد سلطة الأسد وأذرعها في المنطقة إضافة للمساعدات الخارجية والتدريب للبلدان الشريكة لواشنطن وفي ظل الاستمرار بتهريب المخدرات وعمليات القصف تظهر تساؤلات إلى الواجهة هل تنجح مبادرة رجال الكرامة في إيقاف تدفق المخدرات نحو الأردن أم أن المملكة عازمة على المضي قدماً في التصعيد العسكري على المناطق الحدودية مع سوريا عثر أهالي مدينة الرستن بريف حمص الشمالي على جثة شاب بالعقد الثالث من العمر مقتولاً بعدة طلقات نارية بمنطقة الصدر بحسب مراسل حلب اليوم وفي ذات السياق وبحسب صحيفة الوطن الموالية فقد عثرت فرق الإنقاذ في اللاذقية على جثتي شابين مقتولين في منطقة الشقوق في ناحية حرف المسيطرة بريف اللاذقية هذا وتشهد مناطق سلطة الأسد ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل الجرائم من قتل وسلب وخط بقصد دفع الفدية المالية أو غير ذلك نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل اللجنة الدولية لشؤون المفقودين تضع آلية جديدة لتوثيق المفقودين داخل وخارج سوريا مرحباً بكم من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم وضعت تحالف العمليات المكون من الدفاع المدني السوري والمنتدى السوري والجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز حجر الأساس لأول مدينة طبية شمال غرب سوريا والتي سيستمر بناؤها لمدة سبعة سنوات تقريباً وتحوي بداخلها مستشفى كبيراً وعيادات خارجية ومركزاً لعلاج الأورام وعدداً من المنشآت الصحية المزيد في التقرير التالي ثمارات كبيرة كانت نتاج التحالف العمليات بين كبرى المنظمات سامز والدفاع المدني السوري والمنتدى السوري آخرها وأحدثها وضع حجر الأساس لمدينة سامز الطبية التي ينتظرها سكان شمال غرب سوريا قصة الشريط وأزيحت الستارة ليظهر خلفها مشروع هو الأكبر من نوعه في المنطقة ولعل أكبر المستفيدين منه هم مرضى السرطان الذين يحاربون الزمن للحصول على علاجهم بأي طريقة متاحة يعني الهدف منها أنه نقدر نخلق ثقافة طبية وصرح طبي يشار له بالبناء يكون نسال أعلى يحتزى فيه في كل المنطقة بإذن الله طبعا في عنا المرحلة الأولى من البناء رح تكون للمستشفى اللي هو بحوالي 450 سرير ونفس الوقت رح نبلش ببناء مركز السرطان اللي بيقدم علاج سرطانا كامل اللي هو يعني بما فيه العلاج الكيميائي والعلاج الشوعي كمان 450 سريرا هي القدرة الاستيعابية لمستشفى مدينة سامز الطبية والتي ستحوي أيضا على مركز خاص بعناية العين ومراكز لعلاج السرطان بالدواء الكيميائي والإشعاعي لأول مرة في الشمال السوري وستحوي أيضا على جامعة خاصة في المجال الطبي ومراكز تدريب بمواصفات عالمية على مساحة ممتدة فوق 120 ألف متر مربع هذه المدينة سيتم إنشاءها بالشراكة والتعاون بين المنتدى السوري وبين الدفاع المدني السوري وفوز البيضاء وبين منظمة سامز سيكون الجميع الحلفاء العملياتيين الذين وقعوا على التحالف العملياتي هم يدم بيد لإنجاز هذا المشروع الهام الذي يعتبر من أفضل أو أهم المشاريع في الداخل السوري بشكل كامل مسؤولنا من المنظمات الدولية ووفود رفيعة المستوى من تركيا وممثلين عن المنظمات المحلية حضروا وضع حجر الأساس لهذه المدينة والتي قد تكون لبنة في سبيل نهضة المنطقة طبيا بعدما عانت في هذا الجانب لعشر سنوات من الحرب والاستهدافات المباشرة من قبل قوات الأسد يرجو الحاضرين هنا من العاملين في المجال الإنساني ومنظمات المجتمع المدني أن يكون إنشاء المدينة الطبية خطوة جديدة نحو الاستقرار الطبي في المنطقة وإفساح المجال أمام المانحين والمتبرعين الدوليين لزيادة مستوى العمل الطبي في شمال غربي سوريا سعيد سعيد حلب اليوم من بلدة بابيس قابري في إدلب الشمالي أصيب رجل وزوجته وثلاثة أطفال بردود وامرأة أخرى بحالة حرجة إثر انهيار سور على خيمة بسبب تساقط الأمطار الليلة الفائتة في مخيم الحمود بمنطقة باتابو غربية حلب وفق الدفاع المدني السوري وأفاد الدفاع المدني بأن فرقه قامت بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتفقدت المكان وضمن السياق نفسه قام الدفاع المدني بتسجيل أكثر من مئة حالة تضرر للمخيمات جراء العواصف والسيول في مناطق متفرقة من شمال غرب سوريا خلال الأيام القليلة الماضية أعلن فريق منسق استجابة سوريا ارتفاع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا إلى 17 مليون و300 ألف نسمة وهي الأعلى منذ عام 2011 بزيادة بلغت مليون و400 ألف مدني عن العام الماضي وأضاف الفريق في بيان له أن دراسة جديدة تظهر أن 54% من المحتاجين هم من شديد الحاجة و22% حاجتهم شديدة للغاية و1.3% بدرجة كارثية وأكد فريق منسق استجابة سوريا أن 12% فقط من العائلات قادرة على تحمل تكاليف المعيشة جراء الظروف القاسية ولفت الفريق إلى ارتفاع سعر سلة الغذاء المعيارية إلى 112% مع معاناة 12 مليون و900 ألف نسمة في سوريا من عدام الأمن الغذائي محذرا من عواقب كارثية خلال العام الجاري وينضم إلينا سعيد السعيد مراسل حلب اليوم من ريف إدلب سعيد كيف أصبح حال أهل المخيمات بعد العاصفة المطرية التي اجتاحت المنطقة يعلم تحياتي لك عمر وتحياتي لأستاذ المشاهدين صراحة وضع المخيمات لا يخفى على أحد وما تعيشه العوائل هنا في هذه المخيمات جراء الفيضان الذي أصاب المنطقة أحصد بفعل مدني في الأيام الأولى من الفيضان أكثر من ألف عائلة تضررت بسبب دخول مياه الأمطار إلى خيامها وأكثر من مئة عائلة تضررت بشكل كله وتهدمت منازلها إسرى العواصف المطارية التي ضربت المخيمات أصيب عدد من العوائل بردود أو بجروح جراء انهيار بعض الخيام عليهم بدأت ملامح الفيضاني بالتلاشع عمر إسرى توقف الأمطار قليلا في هذه المنطقة دخلنا اليوم أو ذهبت اليوم في جولة إلى بعض المخيمات لأشاهد كيف حالها بعد الفيضانات العوائل التي فقدت أمتعاتها وفقدت من عزلها في الفيضان لم تتم الاستجابة لها من قبل المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني الجهة الوحيدة التي كانت تتدخل للإنقاذ هي الدفاع المدني السوري وكان يقوم بإزاء العوائل تدخلات هي تدخلات استجابة للكوارث ليست تدخلات إنسانية عمر حال العوائل كحالهم في أول يوم نعم سعيد بناء على الإحصائيات التي ذكرتها ما نسبة الاستجابة تقريبا للمخيمات المتضررة نعم عمر لم تسجل أي استجابة كبيرة إلى هذه اللحظة جميع الاستجابات اقتصرت على الاستجابات الفردية من بعض الفرق التطوعية أو بعض المنظمات الصغيرة من الاستجابات الصغيرة توضيع بعض مواد التدفئة وكذلك الأمر بعض الفرش وزع على المخيمات إذا أردنا أن نحسب نسبة هذه الاستجابات فهي لا تكاد تتجاوز 5% من حاجة سكان المخيمات الذين تعرضوا للضرر إسراء العاصفة المطرية عمر وصراحة هو عدد كبير وحجم كبير كان من الضرر لم يكن بالحسبان هذا الضرر الأهالي إلى هذه اللحظة عمر لا زالوا يتخوفون من سيضان قادم منخفض قادم أعلنت عنه الأرصاد الجوية العوائل خائفة إلى هذه اللحظة من البقوث في خيامها يعني عمر بعد أن تنزح هذه العوائل إلى المخيمات يتم نزوحها مرة أخرى إلى أماكن هربا هذه المرة ليس من القصف ولكن هربا من العواصف المطرية والرعدية وكذلك لما تكونوا يهلم طار إلى خيامهم عمر أشكرك سعيد السعيد مراسل حلب اليوم كنت معنا من ريف إدلب ترفض شركات الإنترنت العاملة في ريفي حلب الشمالي والشرقي مطالب الأهالي بتخفيض أسعار باقات الإنترنت بعد أن شهدت تضاعفا في أسعارها قبل شهر التفاصيل مع مراسلنا سراج الشامي رغم غضب الأهالي واحتجاجهم بسبب غلاء الأنترنت في ريفي حلب الشمالي والشرقي لكن لا تراجع من أصحاب الشركات عن قائمة الأسعار الأخيرة والتي مضى شهر على اعتمادها بنسبة ارتفاع وصلت إلى مائة بالمئة ارتفاع برره أصحاب الشركات برفع أسعار الخدمة من المصدر عم نعني بالصعوبات كثيرة بخصوص أسعار الإنترنت منها ارتفاع الباقات من المصادر اللي ارتفاع العكتر من الدبل والشغلة الثانية يعني عندك موضوع التكاليف الزائدة اليوم عندك هدر بالكابلات والعلب ارتفاع جور اليد العاملة ارتفاع الأسعار مثل سعر الخبز مثل فروقات الأص الليرة التركية وما شابه التكلفة الشهرية الجديدة لأذنى الباقات المعتمدة تبلغ مائة وخمسين ليرة تركية في الحين تتجاوز أسعار الباقات ذات السرعة الجيدة الخمسمائة ليرة تركية أجور لا تتناسب مع الوضع المعيشي وخاصة لطلاب الجامعات والذين يعتمدون على وسائط التعلم عن بعد في الكثير من محاضراتهم الغلاء هذا مع ترد الوضع المعيشي بالنسبة لمجتمعاتنا كبير جدا يعني اليوم لما بيرتفع سعر الانترنت مثلا مية بالمية أو خمسين بالمية حتى هذا بشكل عالي كبيرا على المجتمع يعني اليوم طالب الجامعة إذا بده يحضر المحاضرات طبعه سيكون في عنده شيء سيء جدا جدا ليش؟ لأنه أول شيء الانترنت ضعيف ما عم يقدي بدي يضطر يرفع السرعة كل ما رفع السرعة كل ما زداد السعر وهون هو طالب جامعة دخل أغلب الطلاب ما عم يكون في عنده فهذا عبء كبير جدا جدا على مجتمعاتنا اتفاق عموم شركات الانترنت في ريفي حلب الشمالي والشرقي على رفع أسعار الباقات يتزامن مع السمرار تفاوت الأسعار بين مدينة وأخرى ما يؤشر على حالة الفوضى وعدم خضوع قطاعات الانترنت للرقابة من السلطات المحلية وغياب آلية واضحة تضبط أسعار هذه الخدمة الأساسية غياب الحلول والسمرار ارتفاع أسعار باقات الانترنت الشهرية داخل مناطق ريفي حلب زاد من معاناة الأهالي الاقتصادية وسط مطالبات من قبل المدنيين بتدخل السلطات المحلية لإيجاد الحلول المناسبة من داخل مدينة الباب سراج الشامي قناة حلب اليوم قالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان دلال حرب إن المفوضية وثقت مغادرة تسعة وخمسين قاربا من لبنان خلال عام الفين وثلاثة وعشرين على متنها أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة شخص معظمهم سوريون وأضافت حرب أن المفوضية رصدت وصول تسع وعشرين رحلة من هذه القوارب إلى قبرص بنجاح أعيد لحقا ثلاث منها وأكدت حرب أن المفوضية على علم بوجود خمس واربعين حركة إضافية لقوارب من مكان مغادرة غير مؤكد إما سوريا أو لبنان وكانت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل وثقت عبور أكثر من مائة ألف سوري إلى دول الاتحاد الأوروبي بطرق غير شرعية خلال عام الفين وثلاثة وعشرين أطلقت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين مشروعا مع منظمات المجتمع المدني السورية في ولاية إسطنبول التركية لكشف مصير المفقودين وفق القانون الإنساني الدولي التقرير والتفاصيل بعد سبع سنوات من العمل الدؤوب على توثيق المفقودين في سوريا تعقد اللجنة الدولية لشؤون المفقودين مؤتمرا في إسطنبول لبحث ملف المفقودين مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني السورية اللجنة الدولية ومن خلال خبرتها الطويلة في توثيق المفقودين بسوريا منذ عام الفين وسبعة عشر طورت برنامجها وجداولها وألياتها الخاصة بتوثيق حالات الفقد في سوريا بما يتماشى مع القوانين الدولية المختصة وبالشكل الأنسب الذي يضمن حق كشف مصير المفقودين وفق القانون الإنساني الدولي إلى الآن منظمتنا ومنظمات المجتمع المدني السورية وضعنا حجر الأساس لعملية مستقبلة للبحث عن المفقودين في سوريا حتى يأتي يوم ويكون هناك حكومة جديدة في سوريا كون بشار الأسد ليس له نية في البحث عن المعتقلين الذي بلغ عددهم أكثر من 200 ألف شخص حاليا التركيز على تجميع البيانات عن المعتقلين وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المؤتمر ناقش العديد من النقاط أبرزها آلية العمل على ملف المفقودين والمعتقلين وسط انغلاق وغياب أفق الحل السياسي في سوريا وذلك من خلال تجميع وتوثيق بيانات المغيبين قصرا من الأهالي بشكل مباشر والتركيز على انتهاكات حقوق الإنسان ومشاركته مع المنظمات الدولية المختصة لضمان عدم إفلات المجرم من العقاب اليوم هذا الملف هو بيعتبر كثير كثير حساس بالنسبة لعوائل الضحايا والمفقودين اللي عم يبحثوا عن مصير أبنائهم اللي فقدوا خلال الـ 12 سنة اليوم في فرصة لحتى نفكر أنه كيف إمكانية تقييم ما تم إنجازه والآلية العمل السابقة هل كانت تتماهى مع المعايير الدولية هل حققت إلى حد ما متطلبات عوائل الضحايا لم تقتصر مأساة الاعتقال أو التغييب أو الخطف على الرجال فحسب إلا أنهم يشكلون السواد الأكبر من المعتقلين اعتقال وتغييب لآلاف الأطفال والنساء إما كرهاء أو بسبب نشاطهم المعارض والانتقام من البلدات أو العوائل التي ينتمون لها رغم ذلك يتمسك ذوهم ببريق أمل على الأيام تكشف مصيرهم على الأقل ما لم يتجدد اللقاء بهم مرة أخرى نهاية نشرتنا لهذا اليوم لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكترونية حرقودي تيفي دوت نت دمتم برعاة الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة